فيه موضوع في الأفلاج عن كلية لينكون فيه ناس يعتقدون أنه هالموضوع بسيط جداً وأنه كلية أغلقت المشكلة هذه ترتب عليها مشاكل البنات فصلوا وأيضاً شباب كان لهم عمل مع هالكلية وأيضاً انتهى عملهم وأيضاً طلاب ما اعتمدت شهاداتهم رسمياً هذا الأمر حتى توظيفهم ودعا الطلاب إلى ترك الدراسة في حين أن الطالبات واصلنا دراستهم لكن قرارهم هذا قوبل بأن الكلية أيضاً أغلقت وتنفصلهم جميعاً دون استثناء وأيضاً ما كان فيه أسباب معلنة كان فيه أسباب داخلية ما ندري عنها يجب الإعلان عنها عشان الناس يعرفون إذا الكلية هذه أخطعت أنه مع السلامة مشت لكن الوضع الحالي هذا مباضح أي شيء فيه تقرير عن هالموضوع وراجعين في قضايا أخرى غير هالقضاء كلية لينكن أنشئت في محافظة الأفلاج لتكون معهداً مهنياً وهي امتداد للكلية الأم في المملكة المتحدة وملتزماً بموجب اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن تقدم المعايير العالية المتبعة في ذات التخصص الإمكانيات والاحتياجات التدريبية كافة وفرتها المؤسسة وسخرتها في كليتي لينكن المقامتين في محافظتي الأفلاج والقطيف فتحت الكلية أبوابها في سبتمبر 2014 ومع إن شرعت في تدريبها طلاب الأفلاج حتى تسربوا طالباً تلو الآخر إلى أن فرغت تماماً المبرر الرئيسي الذي يبديه الطلاب هو عدم الاعتراف رسمياً بشهادات الكلية الأمر الذي يعيق التوظيف رغم ارتباطها بالمؤسسة أما الطالبات فلم يبالين بذلك وواصل الاستمرار في تحصيل الدرجات واكتساب مهارات اللغة العالمية تحدثاً وكتاباً لكن قوبل ذلك بصدمة غير متوقعة تتمثل في إغلاق الكلية وفصلهن جميعاً دون استثناء لتتبدد أحلامهن لا تزال أسباب الإغلاق غير واضحة ومتناقضة لتترك مجالاً واسع للتوقعات والتكهنات من المبررات التي تسربت وإن كانت غير مقنعة لدى البعض هي عدم وضوح المؤشرات التي تعكس أداء الكلية ومستوارض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وملاحظات أخرى إضافة إلى غياب دور المؤسسة وكليات التميز في الإشراف على الكلية حيث إنها تعاني من نقص وتسرب وعدم إقبال منذ عام حاولنا الحصول على توضيح من مدير الكلية ولكنه رفض الإدلا بأي تصريح الأبناء ممكن ما شدوا حيلهم من الضغط النفسي الضغط ليجيهم من المجتمع نفسه الكلية غير معتمدة الكلية ما أدري إيش أنا شفت هنا تصاريح وتابعنا الإعلام عارفنا فيه تصاريح يعني نوعا ما متضاربة فيه من يأكدوا فيه من ينفيه كمستقبل مستقبلها معروف هي أصلا مهنية مستقبلها هي ما تخرج مدرس هي تخرجك فني تخرجك فيها أقسام صحية طلاب الأفلاج الآن يروح ينبسونها في جامعة الملك عبد العزيز في شسمة في جدة وهذه يجتنا عندنا فالحمد الله تتكرر المطالبات في حال الإصرار على الإغلاق بتوفير البديل التعليمي أو التدريبي ليحل محل هذا المكان المهيئ بأحدث الإمكانات والوسائل التقنية حيث شهدنا تفريغ مباني الكلية من محتوياتها لنقلها إلى كلية لينكين في محافظة القطيف الأمر الذي فسر من كثيرين بعدم وجود النية من مؤسسة التدريب التقني في مرح فرص التدريب بالأفلاج في السنوات القريبة مبنى حكومي متكامل وتغلق بهذه السهولة هذه مشكلة نطالب بالبديل الآن نطالب بالبديل من محافظة الدكتور أحمد الفيد أن يجد بديل لهذه الكلية وهي أغلقت أتوقع معادي في رجعة أنها ترجع مرة ثانية لا أعتقد ولا أتوقع أنها ترجع لكن علينا إيجاد البديل بسرعة المتضررات كثر منها الطالبات ومنها الموظفات والعاملات بلغوا زوجتين بعد في شهر واحد خلاص حتقفل الكلية ميلادي حتقفل الكلية ويبقى المبنى بس أكثر الأراء والاختراحات تنص أو تدعو إلى إكمال الطالبات للدراسة حتى انتهاء يعني انتهاء فترة الدراسة كاملة ومن ثم إذا كان في أي مشكلة يعني بدون أن كان حلها والسعيل حلها أما قضاء المبرم أو الغلاق الكلية ليس حل ليس حل ولا أورا وهو حل يعني غير منطقي خلو القاعات الدراسية من الطلاب بعد تسربهم وصف بالهدر المالي حيث إن العقد الموقع مسبقا بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية لينكين يحمل الأخير دفع كامل التكلفة الدراسية للطالب وإن تسرب من يومه الأول حمد بن حسين الإخبارية الأفلاج